حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف من الامور تكون بينكم جديدة عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني رح يكون فيه بينكم احتفالات رح يكون فيه بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففيه بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني فيه عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمهل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هالي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس فيه حاليا عم تمر بالتستنج اريا او في فترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى التمتيشن ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك انك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لالو بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض مربوطة ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع صارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون فيه عندك الستيك هاي وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش استعد تتنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر مما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه انظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصليا هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية ممكن بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على طاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزع والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزع هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه the lovers بيحكي على soulmate ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل two of pentacles الجوغلر فهالكارت بيشفه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال الوش فو فيلمنت انت انت اوبتميستك عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك the sun card الطاقة the sun card بتشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي بيحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل اله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحله هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك في المستقبل عم شوفه عنده امبيثي عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك five of swords فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمته او العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار او بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لكل امور بدنا نشوف اول اشي او طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص همشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكيلك سلو داون بكروت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار فانت بالفعل بدك تتمهل لا تاخد قرار لانه عندك فور اف سورد هون فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب لنا نشوف يعني نب attendance نبين انه انت بدك ضرب الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام فهالشخص بده تواصل معك أمشوف وبده بدايات جديدة معك ولكن أمشوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده إياها بده تكون ملموسة يعني هالشخص عمشوفه ما بيحب ما بيحب الحكي أو بده الإشي تكون منصفة يعني العلاقة بده إياها تكون جدية بينكم عمشوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برج القوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس أنه في منافسة بينه وبين الأشخاص الأخرى مشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عمشوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه أيضا بيشوف أنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة التواصل ورقة كومينيكيشن فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم تتش كونفلكت مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة لانه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس انه انضلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانه مبين انه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضا عنده تخوف من انه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لانه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو في عندكم عدم تفاهم عم شوفي عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي اشي بتحسه بتحكيه على طول لانه ممكن اشيه انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج انه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بده يعبر أكتر فعم شوف انه بالمستقبل أفضل اشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم أفضل اشي اللي ممكن تساووه حاليا في المستقبل لانه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لانه القنفلكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم خلاش صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لانه مبين انه انت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو يخايف انه يتخذ قرار فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكمنت شار وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا